موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من هالا نيوز بساعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لطرح فيديو كليب غنيته الجديدة أي واحة غني خلال عيد الفطر المقبل اللي صورها من شهرين بمصر وتحديدها بمنطقة وسط الكاهرة بمحل كشاري شهير بوسط البلد تحت إدارة المخرج مونير بركات وهي من كلمات ملاك عادل ألحان محمد رحيم وتوزيق أحمد عبد السلام توفي الفنان العالمي عمر الشريف عن عمر بينه 83 عاما بأحدى المستشفيات بمنطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية بعد رحلة فنية طويلة حافلة بالإنجازات والعطاءات وكان الشريف بعاني من ألم بالقلب خلال الفترة الماضية كما كان يعالج من دائل زهايمر وبعض أمراض الشيخوخة اسمه الحقيقي ميشيل شلهوب ولد بعشرة إبريل نيسان عام 1932 بالإسكندرية وهو من أسرة كاتوليكية زوج من سيدة الشيش العربية فاتن حمامة وأنجب منه ابنه الوحيد طارق قدم عدد كبير من الأدوار اللي بتعتبر علامي بتاريخ السينما العربية والعالمية كما غيب الموت الفنان المصري السامي العدل عن عمر بناهز 68 عاما بعد سراع مرير مع المرض وكان الفنان الراحل تعرض لأزمة قلبية مطلع شهر رمضان الجاري مما تسبب بنقله للعناية المركزة قبل ما يستجيب للعلاج بتتحسن صحته نسبياً إلى أنه الأزمة عوادته بكسوة فتعرض لهبوط حد بالدورة الدموية نتيجة ضعف بعضلة القلب مما أدى لوفاته ويعرض للراحل عملين خلال شهر رمضان الجاري وهما حارة اليهود وبين السرايات نشرت الفناني سيرين عبد النور على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لائلة برفقة زوجة فريد رحمة حيث كانوا عم بيجلسوا صوياً على شاطئ البحر وعم بيحتفلوا بعيد زواجهم الثامن وعلقيت عبد النور على الصورة وقالت مثل اليوم من 8 سنين قررنا نكون مع بعض كل العمر بتحرس الفناني إليسة سنوياً على حضور العرض الخاص للمصمم العالمي إليسة عب اللي قدم مؤخراً خلال أسبوع الموضة بباريز مجموعته الجديدة لخريف وشيتاء 2015-2016 وتقلقت إليسة بفصلان أبيض ناعم من طوقية ساعة بخلال حضور العرض وتصريحة شعر أنيكا خطفت فيها قلوب الحضور اللي اجتمعوا حولها للتقاط الصور التذكارية معها أظهر الفنان الجزائري الشاب خالد إعجابه بأغنية الفنان المغربي ساعد المجرد لمعلم وقام بنشر صورة للكليب عبر حساب الرسمة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بحب هيدا الغنية كتير وبتمنى التوفيق للمعلم ورد عليه المجرد وقال أنه سعيد برأي الشاب خالد بالأغنية ووصفه بملك الراي وأنه مثله الأعلى علمنا أنه مفوضات جدية عم تتم على الفنان واق الكفوري من قبل جهة انتاجية للإيام ببطولة عمل مسرحي ضخم من المتوقع عرضه بسيف عام 2016 بموعة أثر كبير وإذا تم الاتفاق رح يوقف واقل يلجين بنجمي كبيري بالمسرحية تؤدم لأول مرة داخل هيدا المعلم الأثري العريق من جهة أخرى بيستعد كفوري لتصوير أغنية سار الحكي بعد ما أطلع أغنية الغرام المستحيل واللي حائط نجاح كبير بالوسط الفني انتهى المخرج جوب وعيد من إنجلس كامل للتحضيرات الخاصة بفيديو كليب الفنان فيرس كرام لأغنية عطيب اللي صورها معه برومانيا وأكد مصدر مطلع أن عملية بث هيدا العمل المصور رح تتم خلال أول أيام عيد الفطر السعيد من خلال فضائية روتانا إضافة إلى فضائية عربية أخرى بالمقابل بيستعد فارس لأطلاء أغنية منفردة أخرى خلال الأيام المقبلة ولم يتم الأفساح عن تفاصيل ذلك العمل الغنائي بعد تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لطرح فيديو كليب الفنان المصري عمرو دياب لأغنية جماله خلال فترة عيد الفطر المبارك كهدية لجمهوره ومحبينه وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار بعد ما وضع على صورته الشخصية ألوان الطيف أو ما يعرف بكوس كزح انحيازا للاعتراف بزواج المثليين بالولايات المتحدة الأمريكية ونشرع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واجه النجم المصري خالد أبو النجا هجوم لاذع من قبل شريحة كبيرة من الجمهور المصري وعدد لا يستهان فيه من الصحفيين والإعلاميين اللي عبروا عن امتعادهم من اللي قام فيه أبو النجا ووصفوه بالفجور واتهموه بالمثليات الجنسية احتفلت النجم المصرية غادا عبد الرازق بعيد ميليدا وسط مجموعة من اصدقاء المكربين بأحد الفنادق بمنطقة جاردن سيتي بالكاهرة وكان الاحتفال مزدوج خاصة أنه غادا عم بتعيش سعادة كبيرة بعض الأصداء اللي حصدتها حول مسأسل الجديد الكابوس واللي عم يعرض حصريا على كنوات السي بي سي كشفت الفنانة نيكول سابا أنه جمالة وأنوثتها كانوا بوابة عور لإلها نحو عالم السينما ودراما وأكدت أنها ما بتأمن بالحظ بل أنه كل مشتهد ممكن يوصل لكل شي بيتمنى وخلال لقاعده من أحد البرامج التلفزيونية قالت أنها بتتمنى أنه تكون مثل الفنانة الراحلة سعادة حصني لأنها خالية من الشقاوي والحياة المفعمة بالابتسامة مشيرة إلى أنه فاتن حمامة فنانة كبيرة لكنها منوعية بأدوارها وتابعت أنه شيرين عبدالوهاب نجمة الغناء الأولى بالعالم العربي اليوم وإليسا أهم وأعلى من هيفا وهبة في لبنان لأنه الأخيرة بتركز على عملها تمثيلة بمصر ونجحت فيه خصوصا أنها مشتهدة وأوضحت أنه أهم إنجاز بحياتها هو الأمومة وزوجها الفنان يوسف الخال هو اللي روضها وجعلها أكثر هدوءا قضيت محكمة جنة عابدي برئاسة المستشار أيمان العطار برفض الدعوتين الجنائية والمدنية لأقامن الإعليم محمد الغيطي ضد الفنانة أحلام والتهم فيهم بالقضح والذن والسب عبر مواعد التواصل الاجتماعي تتجه المطرب الكبيرة هي ميونس قريبا إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة بحفل كبير حيث رح يتم تكريمها كعربون شكر وتأدير لمساهمتها بنشر الأغنية الأردنية بكل أنحاء العالم طوال مسارتها الفنية لتكللت دايما بالنجاح ولهون منكون وصلنا عزيزي المشاهدين لختم نشرتنا ملتقانا الأسبوع المقبل بالوقت ذاته فكونوا اكتر على الموعد ومن هلالوقتها لكم مني أنا بشير الشئير وفريق عمل هالا ماجازين أطيب التحيات وإلى اللقاء